بس خلينا نروح لعبدالله جامعة بنها بقى في الموضوع اللي لفت انتباهك اللي هو من الموضوعات اللي على اجندة منتدى شابه العالم الدورة دي ايه؟ يعني كان موضوع التعليم عن بعض برضو اه ده يناقش بشكل كدير انت خط التجربة دي اه صح؟ يعني كطالب جامعي خلال السنتين اللي فاتوا خط تجربة التعليم عن بعض انا حضرت التعليم عن بعض والتعليم الهاجين والتعليم عن قرب لا والهاجين والمرب كل الاشكال طب تقليمك اين الموضوع؟ يعني احنا لو هنتكلم عن التعليم عن بعض في ظل الجائحة بتاع الكورونا احنا هنقول ان هو ناجح بنسبة كبيرة بس مش ناجح نجح كلي بس ده مش غلط فرض او غلط مؤسسة او جمع او كده يعني احنا في بداية الجائحة طبعا كان فيه لغبطة في كل الجامعات المصرية وكل الكليات ان احنا دلوقتي احنا ازاي الطلبة هنتواصل معاهم طب الامتحانات طب الكليات العملية هتتصرف ازاي وكده طبعا كان بيبقى فيه اجتماعات مجلس اعلى الجامعات كان فيه اجتماع للرؤساء اتحادات الجامعات مع الوزير طبعا القيادات السياسية كان لها كل اجتماعات للنقطة دي علشان نشوف احنا هيتم الدراسة ازاي كان في نجاح ان احنا بتادي يعني مثلا فيه جامعات ما كانش المنصة فيها مفاعلة بشكل كبير لان كان التعليم في الكل اه لا الجامعات ابتدت تفاعل المنصة القناوات الخاصة بالجامعات ابتدت تشتغل يوتيوب اه الدكاترة ابتدوا يبقى عندهم دي الاستفادة اللي احنا هنطلع بيها بقى من التجربة اه ان شاء الله ده هيبقى مكمل بالزبط اه لو ممكن نقطة عيوب بس هي دي يعني ممكن تتحل بعد كده اه العيوب مثلا يعني اول حاجة مثلا ساعات السيرفرات ما بتكونش شغالة بشكل كويس جدا اه بكفائتها اه مش بكفائتها بس طبعا علشان لسه الموضوع في الاول يعني لسه اول تجربة عن كده فالسيرفرات مثلا تتحسن دي هتبقى حاجة كويسة جدا تاني نقطة ان بعض الدكاترة يؤهلوا ويبقى ليهم دورات تدريبية عن التعليم عن بعض اه في ادارة الموضوع نفسه اه حتى لو بعد كده مش شرطة عشان مثلا جائحة كورونا الموضوع ده هيبقى مفيد جدا جدا في كلات النظرية وفيه في كلات العملية فيها مواد نظر لو الدكاترة بقى ليهم دورات تدريبية عن التعليم عن بعض وازاي اعداد الفيديوهات وازاي توصل مع الطلبة ده هيكون موضوع كويس جدا يعني طيب بس لانه موضوع انتوا كمان مشتركين فيه في مسألة الدراسة عن بعض يعني ممكن انت انطبعك عن وانت طب كمان يعني دراسة عن بعض دي في طب تبقى ممكن تبقى مشكلة شوية اه يعني اقول تقييم لي برضو التجربة اللي انت خطها اه تقييم كامل للتجربة اه هو تقييم هيكون صعب شوية عشان كمجالي اه انما في حال وجودي برضو ان انا كرئيسة تحطي طلاب جامعة اه كانت اه وجهتني برضو شوية حيات سواء كانت مشاكل او ايجابيات اه ايجابيات ان انا بقيت اوفر على طالب اوقات كتير جدا اه من اللي كان بيستغلها في المواصلات او في طريقة الوصول للجامعة اه بدلا ما طالب مثلا كان بيستغل ساعتين او ثلاث ساعات مثلا اه في طريق الجامعة فوفرت له وقت فانا كده وفرت وقت كبير جدا اه بقى فيه سورس للمحاضرة يقدر يرجع له في اي وقت اه ان انا اقدر ارجع للمحاضرة دي في اي وقت فزي ما قلنا انها الاجابيات بتاعتها بتواجهنا برضو العيوب العيوب اللي قد تكون مواجهة لها او اللي فعلا كانت واجهتنا عدم انتظامها مسلا في الاوقات الدراسية بتاعتها الخاصة بيها اه 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 مشكلة مسلا سورسولاتها انها تبقى واقعة اه طريق التواصل لتا كتيرا دا كتيرا دكتور بقال له مسلا تلاتين سنة في مجال التدريس بيدرس التقليدي اه التقليدي اه اه فبيكون صعب شوية ان هو يحول من الطريقة التقليدية للطريقة التكنولوجية او طريقة التعليم عن بعض اه فدي برضو كانت حاجة مواجهة كده الحمد لله فقط يكون تغلبنا عليها بس مش في الاول لحظة لها او مش في اول تكالي اه فدي كانت مونسبة لكل الكليات التقليم اه كطب بقى طب بقى طب وجهتنا مشاكل كتير جدا خصوصا في الحالات بقى كدراسة حالات اه يعني نفسنا ستة اه يعني احنا غالس على الوشك اه اه اول دفعة اول دفعة وكل الطب بقى حلوان اه ان احنا نلاقي الحالات بقى ان انت بدل ما تنزل تشوف الحالة بنفسك تتعامل مع الحالات في المستشفيات العاجات دي كلها كانت اغلب المستشفيات عزل فدي برضو كانت وجهتنا مشكلة ان احنا تعامل مباشر مع الحالات مم قد تكون اتحلت ان احنا بقينا حرفيا بنشوف الحالات اونلاين بس غير طبعا ان انت بشوف الحالات طبعا وتفحص بيدك وتشوف وتكشوف وتسمع فدي كانت حاجة ودي حاجة تانية خالص اه يعني كان لها مميزات كتير جدا ان بيوفر فعلا وقت في الدراسة اه فان انا ارجع للمحاضرات في اي وقت فالحمد الله يعني طب في جامعة الخارة التجربة كتتعمل ازاي؟ بالله ومبداية اصلا دراسة عن بعض كانت خطة محطوطة انها تبقى خطة طويلة الامد ان الجماعات كلها تتحول الى جماعات يعني حاجين لجماعات اونلاين فيما بعد مم تعليم اونلاين فيما بعد مم بس اللي حصل مفاجأة الجميع الجائحة جت فبدأ الموضوع الاهمية وزارة التعليم العالي كان اهمها في ايه؟ اه اهمها حتى تتطلب مم فلما بدأ الموضوع كورونا بدأت فقاله خلاص هنبدأ نقفل تدريجيا فالحضور هيكون قليل جدا في كليات وكليات مثلا واغلب المحاضرات تبقى اونلاين وفي محاضرات معينة تبقى مثلا حضوري جي حصل بعد كده لان العالي بدأت في تزايد فدأ يعمل الافل الكامل فالموضوع جي فجأة مش اكتر مم بس كان فيه تهجه اصلا من الداية ان فيه تعليم عن بعضها يحصل بس طويل الامد يعني لسه هيجي فترة فامكن ده عجل شوية ده لما عجل حصلت بعض المشاكل اللي قالوها طبعا مش هزود عن المشاكل لان المشاكل حصلت في كل الجماعات تقريبا ايه متشابهة يعني متشابهة في كل حاجة بس الموضوع فعلا ان الموضوع الموضوع جي فجأة حياة الطالب كانت اهم بالنسبة للجامعة فقلنا خلاص هنقلل المدة بتاعت تطبيق نظام التعليم الانلاين فهو ده اللي سبب حدوث في بعض المشاكل طب اه فيه موضوع مهم من الموضوعات المطروحة على الاجندة بتاعت منتدى شباب العالم في المسخد هو التحول الرقم اه انتو اه تصوركو برضو شايفين الكلام عن التحول الرقم ازاي؟ يعني هقول لحضرتك على مستوى الجامعة عندنا احنا فيه مشروع شغالين عليه ان شاء الله هيكون من بداية الترمي التاني دي مسابقة تكنولوجية لكل العاصمة الادارية اه فعشر مجالات كلها بقى مثلا الابليكيشن واي حاجة تخص البرمجيات يعني هي مسابقة برمجيات كاملة دي احنا هتبقى مسابقة لكل الجامعات المصرية في رحاب جامعة بنها هنستضفهم هيبقى فريق من كل جامعة وهيكون فيه عشر تراكات بيتسابقوا فيه ومخصصين والجامعة مخصصة مئة الف جنيه جوائز للمتسابقين فاحنا مهتمين جدا جدا بنقطة التحول الرقمي وتحول الجامعة ذاكية والعاصمة الادارية تبقى عاصمة الادارية ذاكية هي في الاساس من كل الجهات وان كمان زي ما احنا قولنا ان مشاركة الطلبة والشباب تبقى هي في النقطة دي اني المكترحات بتاعتهم لأ زي ما حضرتك قلت انه الشباب بيبقى افكارهم ما هيبارى شوية فطبعا هيكون عندهم افكار احسن يعني او مش احسن يعني حاجات شايفينها من وجهة نظرهم كده فاحنا مهتمين جدا بالنقطة دي. طيب اه عندك حاجة في تحول رقمي ولا مزعلان بالتحول الرقمي? ده يعني في تحول الرقمي وتوجه دولة ليه بالكامل اه او ممكن منقولش دولة بقى دوجه العالم كله للتحول للرقم. اه. فكتحول رقمي احنا احنا ساعينا او مش هنا في مشفور كبير جدا فيه اه في فترة كورونا. اه دي كانت جاية في ايجابيات قوية جدا ان احنا بقى انا خلاص فيه حاجات كتير جدا او فيه اه عاجات كتير بقى ناش نعملها بقى نعملها عن طريق الابليكيشنز وموبايل. اه اصدار تأشيرات اه نروح عايزين نعمل توثيق شهر عقاري. الحاجات دي كلها ان احنا بقى نعملها عن طريق الموبايل. مم. فدي كلها حاجات اه كتحول رقمي كمنزومة داوة كاملة للدولة. فكانت حرق هوية جدا. طيب. اقول لي اقول لي ما مش هسيبك طبعا. طبعا. اه. 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 اقول لي يعني تصورك برضو الجامعة شغالة لحد فين في مسألة تحول الرقمي. احنا سايقون من اول الجامعات المصرية اللي طبقات التحول الرقمي دوت في مصر. اه. طبقيته طبقيته. يعني الحمد لله لحدا ما ماشي كويس جدا ما فيش اي مشاكل. لو قد تحول بقى ده بقى التعامل الورقي. والحاجات دي كلها بقى رقمية. مم. فالموضوع بقى ماشي بشكل لطيف. وزي ما قولنا غير دون ده توجه دولة. مم. فاكن على الارض. على الارض انتو حسين بانه في حاجات بتتقدم في الملف ده. طبعا. طبعا. اه يعني. اه بالزبط. هو ده الكلام اللي انا بسأل عنه. انك شايف اه بعينيك حاجة على الارض بتحصل. شفناها فعلا. اه شفناها في الدولة بقى مسلا السجلات المدنية دلوقتي بقى فيه اجهزة مخصصة. انت اللي تخش بدل ما تقعد تتكلم عن الموظف انك تستخرج شهادات تستخرج اي حاجة. اه فيه اجهزة وفيه اه. فيه اجهزة انها ممكن تستحر لحاجات دي عادية بصورة طبعية. هم. طيب. خليني ايه اه احنا هنا معنا ثلاثة من رؤسات تحاد طلاب الجامعات. خلينا ناخد على التليفون كمان اه رئيس تحاد طلاب جامعة اسوان اه منصور هاشم. اهلا بيك يا منصور. اهلا حضر اتلخي عليك. الو. الو. الو اي افند معك. اهلا بيك. اهلا بيك يا دفط. اه منصور انت بتدرس في كلية ايه? كلية حقوق. طيب. احنا معنا اه يعني تلاتة من رؤسات حد طلاب اكيد تعرفوا بعض يعني جامعة القهرة وجامعة حلوان وجامعة البانها. اه وكنا وبنتكلم عن اه منتدى شباب العالم نسخته اه اه الرابعة اللي هيتم افتاحها بكرة ان شاء الله. اه اقول لي انت بتشايفي منتدى شباب العالم ازاي? وايه اضافة اللي هو بيضيفها اه للشباب من وجهة نظرك? هو يا فنن طبعا اضافة كبيرة جدا للشباب وحاجة مخترمة جدا لنا طبعا واحنا موسطين جدا وضشارة كبيرة لنا ان احنا نشارك فيه كالسالات جامعات ونواب طبعا. ده يعني احنا حاجة اتفرحنا جدا احنا حاجة زي دي. مم. وبعدين احنا بنتكسب صبارات اكثر من شباب انهم مدينة عن مستوى العالم يعني احنا عندنا افكار وهم عندهم افكار. احنا بنتكسب منهم ثقافات وهم بياخدوا عندنا ثقافات. ففي ده بضل ثقافات الموضوع. موضوع بالنسبة لنا هيبقى موربق جدا بالنسبة للمصر بالذات يعني. مم. طيب. طيب لو سألتك انه اه اتيح لقيك الفرصة انك مسلا اه تتكلم في اه احدى الجلسات امام الرئيس. وعايز تطرح فكرة عامة. ايه الفكرة اللي استطرحها من خلال المنتدة. اه الفكرة العامة هو اول حاجة طبعا احنا يعني المنتدة ده هو في اخر كل افادة للشباب والدولة يعني الفكرة عامة مثلا انا عندي في اصوام مثلا ما اعرفش كويس لكن عندي انا في اصوام. مم. كمحافظة اه اول حاجة طبعا انه هو احنا عمدينه طبعا في اصوام فيه حاجات كتير وبون استخدامنا مثلا زي الرخام وحاجات دي احنا نستطيع ان يتعامل عندنا مصنع رخام طبعا في اصوام. اه. بالحاجات دي. يعني احنا عندنا مناجم يعني كبيرة جدا متضرها للقاهرة. مم. فيبقى تطرح فكرة انه يتعمل مصنع للرخام في اصوات. اه رخام والطرامين طبعا في اصوات ده هتبقى حاجة جميلة جدا وحتى تتوفر للشباب فرص عمل. وبدأ مثلا من الكميات الكبيرة دي عشان هو تقيل بيسافر على طريق بوض الطرق على الطهراء وتحدث على الحواسد كتير جدا. مم. فاحنا بنظلنا المشروع ده هيوفر للدولة حاجات كتير زائد اه ان اه هنوفر القرص عمل للشباب كتير جدا عندنا. اه. الموضوع ده. طيب اه بالتوفيق مشاركتك ان شاء الله في منتدى الشباب العالم منصور منصور هشم رئيس تحاد طلاب جامعة اسوان.